موسيقى 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 ابتدي مع حضراتكم بانجاز مهم خاص بمطش النهاردة بس يعني خليني افتكر مع حضراتكم من البطولة التاسعة النجمة التاسعة والنجمة العشرة في الدور قبل النهائي في الدور قبل النهائي في 19-20 واجه الاهلي الوداد المغربي وعلى فكرة الارقام دي ليها دلالة مهمة جدا جدا هاجيلها في الاخر مع حضراتكم تفتكروا 19-20-20 كان الاهلي الوداد ودي كانت بداية موسيماني مع الفريق يعني كان اول مطش بيلعبه موسيماني مع الفريق قبل نهائي دوري الابطال والمباراة الاولى كانت في المغرب والمباراة كانت صعبة جدا وانا فكر في التوقيت ده احنا كنا شايلين هم المباراة دي جدا وكانت جاد بعد تأجيل كتير جدا فكان فيه تخوف طبعا الوداد المغربي يعني فريق من الفرق التيلة ودايما من الفرق المرشح للبطولة فكانت المواجهة الاولى والاهلي يقدم فيها عرض ولا اروع ولا اجمل وكسبنا المباراة دي 2-0 في المغرب وتقلق الشنوي كمان في المباراة وفكر تصدل ضربة جزاء ورجعنا هنا في القاهرة اكدنا تفوقنا وفوزنا على الوداد بنتيجة 3-1 ده اول قبل نهائي انا بكلم على اخر يعني اخر بطولتين مع البطولة السنة دي تاني قبل نهائي في البطولة الاخيرة نجمة العشرة الاهلي قبل فيها الترجي التونسي وبرضو قدرنا ان احنا الحمد لله نفوز في تونس على الترجي في ملعبه بنتيجة 1-0 ورجعنا هنا في القاهرة واكدنا فوزنا بنتيجة 3-0 وفوزنا لرابع مرة على التوالي وداد رايح جاي ترجي رايح جاي فبقى الاهلي فايز في اربع مطشاط في الدور قبل النهائي على التوالي في بطول الدور الأبطال جينا السنة دي في النسخة دي ان شاء الله تكون فال خير بإذن الله جينا السنة دي في النسخة دي وقدرنا ان احنا في مباراة الزهاب نفوز قبل النهائي على اوفاق الصيف بنتيجة 4-0 لغاية اللحظة دي وقبل المطش اللي جاي ده ما يتلعب الاهلي خمسة فوز متتالين في دور قبل النهائي في بطول الدور الأبطال وده رقم قياسي حتى اللحظة الاهلي صاحب رقم قياسي في عدد مباريات الفوز المتتالي في دور الأبطال برصيد خمس مطشاط لو الاهلي قدر يحقق الفوز النهاردة كمان يعلي من سقف المنافسة ويروح لبعيد جدا ست مطشاط على التوالي في بطولة بحجم دور الأبطال قبلت فيهم مين وده الدلالة بقى قبلت فيهم أبطال المغرب بطل المغرب الأول الوداد وبطل تونس الأول الترجي وبطل الجزائر وفاق الصيف في النسخة الحالية فتبقى قدرت أنك أنت في دور صعب في دوافع وفي حوافز وفي خبرات زي الدور قبل النهائي في بطول الدور الأبطال أكبر وأهم بطوله على مستوى قارة أفريقيا تحقق 6 فوز متوالي وده يكون رقم قياسي يحتفظ به الأهلي في سجلاته وطبعا على مستوى بطولة دور الأبطال وعلى مستوى كل بطولات أفريقية فالنهاردة كمان في دافع مهم وهو تحقيق رقم قياسي جديد فوز 6 مرات متتالية في 3 مواجهات في دور قبل النهائي إن شاء الله يكون من نصب ده النهاردة كابتن سيد عبد الحفيز أطمنكم وتصريحاته كلها الحقيقة بتطمن جماهير النادي الأهلي قال إن إحنا استعدنا بمنتهى الجدية للمباراة هتتلعب النهاردة بتوقيت 9-9 واللعبين كلهم الحقيقة في قمة تركيزهم وجهزين بشكل على كل مستوىات فنيا وبدانيا ونفسيا للمباراة دي اللي بنعتبرها الحقيقة مواجهة جديدة بصرف النظر عن النتيجة الكبيرة اللي اتحاقت في القاهرة وشايف إنه وفاق الصيف النهاردة هيكون في منتهى الشراسة على عكس مناس كتير جدا تكون متوقعة وأنا الحقيقة متفق تماما مع كابتن سيد عبد الحفيز فريق كبير فريق بطل أفريقيا فريق واحد من الفرق المحترمة واللي عندها رصيد كبير في الجزائر فبالتالي يعني سكور 4-0 في دوري أبطال سكور تيقيل قوي على فاق الصيف وبالتالي النهاردة أعتقد أن أهم مدافع متفق أنا على فكرة يعني وأنا قلت الكلام ده على مدار الأسبوع اللي فات كله مع ديوفنا هنا في الستوديو إنه مفيش فريق ومفيش لعبين في الأندية الأبطالي يعني مفيش جهاز فني ممكن يقول لفرقته في مناسبة زي دي أو في الظروف زي دي إن إحنا خراص مش هنلعب المبارنة هي أو إن إحنا فقدنا حظوظنا أو أمالنا أو طموحنا في إن إحنا نوصل المبارنة هي لا الدوافع موجودة وأكيد كورت القدم علمتنا إنه مفيش نتيجة محسومة مقدما شفنا مطشط كتير جدا في أفريقيا وشفنا مطشط كتير جدا مع النادي الأهلي كاتري منتدة كات تكون مستحيلة وعملها النادي الأهلي وبالتالي في كورت القدم مفيش حسابات مسبقة مفيش حاجة مضمونة في تسعين ديها محتاجة تركيز محتاجة جهد محتاجة عرق محتاجة تصميم على إنك إنت تحقق أو توصل النتيجة اللي إنت عايزها وده زي ما هو موجود عند الأهلي أكيد النهاردة هيكون عند وفاق الصيف وضيف عليه كمان شوية فكرة إنه الكبرياء اللي بيتجرح ده بتبقى محتاج لرد سريع على الأقل على الأقل تأدير المباررة النهائية في بطولة دولة الأبطال تبقى رضية اعتبارك قدام جماهيرك وتبقى رضية اعتبارك قدام نفسك كفريق كلعبين يعني وكجهاز فني وانت شلت الفريق لقدر له من كبوة ممكن تأثر عليه في اللي جاي من عمره يعني النهاردة خسارة وفاق الصيف على أرضه وبين جماهيره هتعمق بشكل كبير جدا من جراح وفاق الصيف وتضعف بقى من ما حدش عارف ممكن يكون تعبع خسارة تانية متتالية على الأرض وبين الجماهير ممكن تكون عاملة ازاي وبالتأكيد الجهاز الفني والإدارة واللعيبة حتى دفع تبارك كويس جدا الحمدي فتحي عشان الكلام كتير في الفترة الأخيرة كان على حمدي وعلى جهزيته خليني أطمنكم كمان على حمدي حمدي الحمد لله جاهز جدا وهيشارك بإذن الله النهاردة في المباراة لو مستر مسماني شاف أنه محتاجه سواء في البداية محدش عارف لغاية اللحظة فيه تشكيلات بنشوفها متوقعة تشكيل أقرب لأن يكون تشكيل أساسي لكن محدش عارف مستر مسماني ممكن يكون بيفكر في المواجهة دي ازاي بالتأكيد عنده حسابات كتيرة جدا لكن فنيا وبدنيا حمدي فتحي جاهز للمباراة إن شاء الله ومبارح شارك في التقسيمة اللي تلعبت على ملعب 5 يوليو طبعا الأهلي لعب مبارح تمرينته الأخيرة على ملعب المباراة فريق كله إن شاء الله بإذن الله جاهز زي ما انتوا شايفين حمدي هنا في نص الملعب ولعب التمرين أو أدى التمرين بتاع مبارح بشكل كامل فإن شاء الله بإذن الله لو مستر مسماني هيروحن عليه النهاردة هو جاهز من حيث الناحية الفنية والبدنية أروح مع حضراتكم لكورة اليد وطبعا الفريق الأول لكورة اليد في النادي الأهلي حقق أفوز مهم جدا على حساب فريق نيامي في اللقاء الجمع بينهم في بطولة أبطال كقوس أفريقيا وقدر إن هو يتجاوز مرحلة ربع النهائي اللي بتصدفها طبعا النايجر بعد بحققنا لقب السوبر لكن دخل الأهلي عطول في بطولة أبطال الكقوس والمباراة أقيمت على ملعب الجنرال سيني كوناتشي وقدم خلالها الحقيقة فريق نادي الأهلي عرض قوي جدا ونجح كمان في النهي ينهي اللقاء لصالحه باكتساح نتيجة كبيرة جدا من نتيجة 44-18 عشان يتأهل الدور النصف النهائي في نفس البطولة وبالنتيجة دي طبعا الأهلي بيأكد على مش بس على فكرة أنك أنت تقدم عرض قوي ولا بتقدم وخصوصا بعد ما فص ببطولة السوبر على حساب الزمالك المصري لكن بيأكد كمان أن الأهلي إن شاء الله على الطريق الصحيح في الهاندبول وده طبعا بعد ما حققنا أكتر من فوز منها واحد على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 فوارئ كبيرة جدا فنية وده يمكن بيترجمه لسكرات الحق الندي الأهلي في الجولة الأولى ودوم بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية وفي النهاية كان مباراة الدور الأول فزنا على فريق فابقى الكاميروني بنتيجة 38-20 عشان يكون الأهلي هو صاحب العلامة الكاملة في البطولة وبالتوفيق إن شاء الله لأبطالنا في الهاندبولي كملوا المشوار ويحققوا اللقب وبالتوفيق إن شاء الله بفكركم بكرة إن شاء الله قبل نهائي بطولة أفريقيا أو دوري أبطال في أفريقيا الفوليبول هتكون مزاعة إن شاء الله بإذن الله على شاشة النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله طفيل أبطال الفولي نروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم حلقاتنا في السادسة بعد الفاصل المباشر ترجمة نانسي قنقر